اهلا بحضراتكو طبعا احنا النهاردة في تكريم قامة كبيرة جدا الفنان الراحل اسماعيل ياسين كنت عايزة اعرف ازاي استقبلته خبر تكريمه في موراجان اسكندرية السينمائي في دورته الثمانية وثلاثين خاصة ان ده اول تكريم زي ما حضراتكو وضحته ان ده اول تكريم له فازاي استقبلته خبر تكريمه انا عرفت من بعض الصحفيين كان في احد الفنانين القدامة جاي بصيرة اسماعيل ياسين بشكل يعني ما كانش احسن حاجة يعني فكان الموضوع اتفتح معنا وكزا حد اتكلم سأل فعرفنا ان مهرجان اسكندرية هيكرم اسماعيل ياسين فكنت وقلت يعني وضحت ان ما كانش في حد اتكلمنا ولكن السيد رئيس مهرجان اسكندرية استاذ الامير كلمنا وقلنا ان هو مهتم جدا ان احنا نيجي وحريص جدا ان انا وسلمة نحضر بنفسنا وان احنا نستلم الجايزة طبعا ده حاجة بساطتنا جدا وانه زي ما انت قلت ده اول تكريم لكن يعني احنا بنشكر قائمين على المهرجان لكن بالنسبة لتكريم اسماعيل ياسين نفسه طبعا احنا شايفين انه لم يتم تكريمه الغاية دلوقتي برضو بما يليق بالمسيرة الفنية ومش تقليل من مجهود المهرجان بالعكس احنا مشكرهم جدا جدا لكن هو لم يتم تكريمه حتى الان من الدولة بما يليق بمسيرة الفنية طي فيك يعني الكثير من الاكاذيب في الفترة الاخيرة بتتقال على الروح الاسماعيل ياسين خاصة في ذكرى ميلاده ذكرى ووفاته فكت عايزة اعرف ازاي بتستقبلوا الاكاذيب دي وهل يعني بتسعوا ان انتو توضحوها يعني على وفاته ان هو توفى مديون باع حاجات قبل مش حقيقة لما توفى كان سايب لبابايا العمارة بتاعة الزمالك وبابايا هو باعها بعد ما بابايا توفى باعها وقسم الفلوس بنص بينه وبين والدته وسدد بيها فلوس الضرايب وكان باقي جزء اسمه بينه وبين والدته فهو ما ماتش مفلس ولا اي حاجة من حاجات دي ده كلام كله اكاذيب مش حقيقة خالص طب هل بتسعوا ان انتو تردوا على الاكاذيب دي سواء على سوشال ميديا او صحفيين او اي حاجة ترد اصلا يعني احنا مش محتاجين يرد الناس بترد طبعا الفنان الراحل اسماعيل ياتين كان من اكتر فنانين انفتاحا كان دايما بيحب يجرب الحاجات الجديدة في الفتر دي بيبقى الفنانين عندهم تخوف حتى قبل كده فكلمينا برضو على النقطة هو طبعا كان واثق في شعبيته وكان واثق في حب الناس لي وكان واثق في انه هما بيشجعوا طبعا بوسي كان بيطلق على اسماعيل ياسين نجم الشباك التذاكر الاول انه عارف ان المنتج دلوقتي لسه بيبتدي مشواره في الانتاج كان عشان ينجح ويبقى له اسم بيبتدي فيلم الاسماعيل ياسين فهو كان عارف وكان الجمهور مشجعه على انه يعمل خطوات جريئة مش بس ابن حميده لو انتي بتتكلمي على الدور النساء الامبي كمان صاحبة العسمة هو عمل دور جدي جدا الناس تخضت شوية لانه هو ما كانش دور كوميدي بالعكس هو كان جد وكان تراجيدي لكن الفيلم مفشلش هو ممكن يكون محققش الاقبال الفاظ دية الناس تخضت شوية لكن الفيلم برضو نجح بس ده كان هو حبب يبين جانب اخر من اسماعيل ياسين غير الفنان الكوميدي بالحركات بالرياكشنز بتاعته بالحاجات زي انه في جانب تاني عند اسماعيل ياسين زي ما كمان هو كان منولوجست طب طبعا يعني حضراتكو خارجين من بيت يعني كله فن وكوميديا هل يعني ما كانش في دخول للفن سواء من حضراتك أو هايين لا انا دخلت في الميديا ورا الكاميرا ما دخلتش قدام الكاميرا واشتغلت حواليه ست سبع سنين وبعدين بس خلاص كده اتجوزت وقعد في الفيلم هو بابا يعني او مامتي الاتنين كانوا متطفقين ان احنا ما ندخلش الفيلد ونبقى قدام الكاميرا هما كانوا شايفين ان من بعد الفناني الزمل الجميل مع خلاص الفن فقط كتير من الفاليو بتاعته فما كانش حابين ان احنا ندخل في المجال ده وحتى لما هي جات اتجوزت وقعدت في البيت مامتي شجعتها جدا على الموضوع ده لانه زي ما قلت هما ما كانوش حابين ان احنا ندخل في المجال ده بقى صعب النهاردة في يوم تكريم الفناني الكبير اسماعيل ياسين في مهرجان اسكندرية السينمائي انت حب تقولوله ايه؟ انا حب طبعا مبسوطة جدا ان هو اتكرم وهو كان يعني لازم يتكرم طبعا من الدولة يعني بدري عن كده لانه هو ما اتكرمش حتى ولا هو عايش ولا لما اتوفى كرمه الغد اول مرة يحصل التكريم ده وطبعا هو مش بحتاج تكريم لان سرته اللي موجودة وعايشة لغاية دلوقتي هي تكريم لي لحد الان يعني طبعا احنا فخورين بيه ولمسنا قد ايه هو الجانب الانساني بتاعه غير عماله الفنية وحبه للعمل من قصص بابايا وقد ايه هو كان حريص ان هو دايما يكلم عنه ويجيب سرته وقد ايه هو كان بيحب بابايا وقد ايه هو يعني ورص الحنية والحب ده في بابا واللي على اساسه وبرضو احنا تأثرنا بده مع ولادنا فاحنا فخورين بيه وسعدة طبعا بالتكريم النهار ده بشكركم جدا والف مبروك على التكريم